حمل لواء الشر وضلى واستكبر عن أمر المولى وأبى قال أنا من نار وأنا خير منه وأولى ومضى يزرع فينا علا منا من تاه ومن غفلا لكن من أخلص لله لن يفقد بالله الأمل وأن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثمما بعد أحبة تفل أينما كنتم في أرض الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ماذا يكتب إبليس في مذكراته اليوم يريد أن يسلك بالمسلمين سبل الضلال لا وليس سبل السلام لا أريد أن يسلك السبل الضلال سبحان الله طيب كيف نفطل مفعول القنبلة الإبليسية الشيطانية التي يريد أن يفجرها في قلوب المسلمين في اتباع السبل الضلال نحن سبع عشرة مرة نقول في اليوم في سورة الحمد والصلاة اهدنا الصراط المستقيم ولا تجد أن صراط هذه مكتوبة بالصاد مكتوب بالسيم يعني من فعل الصراط سرطة يعني ابتلع اهدنا الصراط المستقيم كأن سبحان الله الصراط يرتلعنا ندخل فيه عشان لو مشينا علىه أو بجانبه ربما تعوجبنا السبل لكن يرتلعنا نكون في داخله وذلك البلعوم يسمى مصراطا البلعوم مصراط كأنه فيه ابتداء ابتداء سبحان الله العظيم لا إله بالله ولذلك أنت بعد أن تدعو رب العباد عز وجل دين الصراط المستقيم تقول الصراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين القرآن لا يعلمنا أن نختار أخف الشرين أو أخف الضررين يعني أن نختار المغضوب عليهم ونختار الضالين لا تختار الأصح الثالث الصحيح اللي هو الصراط المستقيم طيب أنت ترى على الساحة كثير من الخلافات والشيطان يغذي هذه الخلافات ونحن نقول أن الجماعات العاملة وفق المنهج الكتاب والسنة كلها إن شاء الله صحيحة بس هي تنظيم بشري والتنظيم البشري يعتري ما يعتري البشر من النقائص فأنت أيها العوام من الناس والذين لا يعني ينضمون وليسوا تحت عنوان جماعة من الجماعات إحنا لم نخرج من الملة أننا ما صلنا نتبع الجماعة نحن كلنا تبع جماعة المسلمين كلنا تبع يعني المؤمنين الصادقين أتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن شرط أن نكون تبع جماعة معينة لا الجماعات دي تكوين بشري ونأخذ من كل جماعة الخير الذي هو فيها كل جماعة فيها جانب خير كبير جدا أخذ من الجماعة دي التربية والسلوك الجماعة دي العودة إلى المنابع والأصول والجماعة الثالثة دي أخذ منهم المحبة والرقة وكثرة الذكر ومحبة الرسول ده صلى الله عليه وسلم أخذ من الجماعة دي إنكر الذات أخذ من الجماعة دي الوقوف بحدة أمام الباطل وأهله طيب لما أنا أتنقل كده بين الجماعة وأخذ الرحيق الأزهار الجميل ده أكون صورة جميلة يعني يعني إيه يعني يعني يقول علماؤنا إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا بإجداعي أنك تهاجم من الجماعة الأخرى لأنك تبع إبهين الهوى لا يقود كالهوى والهوى يصل ببعض الناس إلى الضلال تقول له إن أبا بكر أخطأ في أنه سوى في الأعطيات بين كل الناس وكان عمر يقول يا أبا بكر يعني أتسوي بين من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا عطاء دنيا أما نصراتهم لرسول الله يؤجرهم عليها رب العباد يوم القيامة يبقى أبا بكر يرى فتقول له بس أخي لكن عمر لما جاء صحح الموقف لم يسوي بين الأعطيات وإنما جعل أهل البيت رقم واحد وبعدين البدريين وبعدين الحضر بتاريخ دخول الإسلام يقرك وهو يستمع إليك على خطأ ببكر يقرك على خطأ الصدية وتقول له أخطأ عمر عندما يعني عزل خالد بن الوليد وكما من الوليد بيحتفظ بيرتها آه صحيح يقول لك آه والله دعا يا عمر أخطأ قلوا ولكن شيخكم أو أميرة جماعتكم أخطأ في موضوع فلان أو الأمس قال لا أمير جماعتنا لا يخطأ لحوله لا قوة إلا بالله ليه محمد بن عبد الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت هل هذا كلام يا رجل تقبل خطأ ببكر وتقتنع وتقلع نفسك بأن عمر قد أخطأ وتأتي إلى رجل من يعني يعني يعيشون في هذا العصر ويقول له هو لم يخطئ كيف هذا الكلام يعني أمر أمر يعني أمر في منتع شف شف الوزارات والدول لها متحدث رسمي لها متحدث الرسمي باسم القصر الجمهوري باسم القصر الأميري باسم القصر الملك المتحدث الرسمي باسم الوزارة المتحدث الرسمي باسم كذا لا متحدث رسمي باسم الملة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الوحيد المتحدث الرسمي أما ما عدا هذا فالناس يخطئون ويصيبون وكل الناس يوخذ منهم ويردي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإبليس ماذا يريد يريد أن نتبع سبل الضلال كيف أول شيء نفرق يفرق بعضنا بعض هذه الجماعة لا ببنى توحد كيف لا نصل على منوال واحد ولا على لون واحد لا نشبه الجماعات بإيه أشجار مثمرة داخل البستان بس في نقطة في واحد شجرة البرتقال جنبها شجرة الخوخ ربما أنا عندي حساسية من الخوخ ربما أنت عندك حساسية من المشمش ربما هذا عندك حساسية من المنجو وهكذا يبقى كل فاكهة لها طعم جميل ولكن ليست هي الشجرة الوحيدة في البستان ولذلك نقول للجماعات كلها كل جماعة هي صفحة في كتاب الإسلام الكبير أو فصل في فصول موسوعة الإسلام الكبيرة لا يدعي هذا الفصل أنه كل الموسوعة وأنه لا فصل سواه ولا صفحة إلا لا لا بالعالم أنت تتكامل مع من قبلك وتتكامل مع من بعدك يعني تكمل من قبلك وتمهد لمن بعدك أما مسألة أن أنت الوحيد المفكر وأنت الوحيد السليم وجماعتك يا الجماعة هنا سبل الضلال بك نقول ليه لأنها تناصر ليس لله والرسول ولكن نتناصر عنجهية وعصبية والرسول يقول دعوها فإنها فإنها منتنة لا داعي أبدا أبدا أنهنا يعني تثير هذه النعرات بيننا حواجز بل بالعكس دعونا نأخذ من كل جماعة الشيء الطيب اللي فيها فرب العباد سبحانه وتعالى يعني يعني جعلنا يعني أنزل القرآن ليهدي به الله من اتبع من اتبع رضوانه سبل السلام السبل الضلال بقى لا سبل السلام ويهديهم إلى الصراط المستقيم سبحانه وتعالى قالوا أن هذا صراط مستقيم من بصراط واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصين به إبراهيم وموسى وعيس أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله دين واحد أما موضوع الأديان ما فيش حاجة اسمها أديان هي شرائع سبقت الإسلام وجاء الإسلام فتممها وقال في قمة تواضعه صلى الله عليه وسلم عشان يعني ما يجعلناش نروح على سبل الضلال إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل لوضعت هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتب النبيين يبقى احنا واخدين جزء من الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا انت خدت الجزء انت يا محمد وأتبعك أخدتم جزء من هذا الدين فحنا ودينا جزء أكملنا به الشرائع سبحان الله فإذا هذه الشرائع وماذا لكن اكتملت بإيه بالإسلام العظيم ليه لأن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا كيف يعني سيدنا إبراهيم وهو أبو الأنبياء وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت قال ربنا واجعلنا مسلمين لك أو مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال لنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تجي لحفيده أم كنتم شهداء اتحضر يعقوب الموت حفيد إبراهيم لو ابن إسحاق حضر يعقوب قال إن قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبدو إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له إيه ونحن له مسلمون بل قس ملكة سبا قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الجن كذلك كل مسلم الجماعات والأفراد وهم من سلموا أمورهم لله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني يا بني شوف الوصية رب العباد وضح أن دي وصية الأنبياء لأبنائهم سبحان الله خلق وصية جاي من الأب الكبير أبو الأنبياء إبراهيم إلى ولده إلى حفيده وهكذا سبحان الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله محشورن في زبرتهم وأوردنا حوض نبيك يا رب العالمين شربة لا نضع بعدها أبدا سنكون معا بعد الفاصل نقبل سبل السلام وسبل الضلالة التي يريد إبليس في مذكرات أن يأخذنا إليها كنوا معا إن شاء الله بعد الفاصل أهلا بكم كن رمزا للخير ومثلا واحذر أن تتبع السبلا وصراق الله لنا نور عد بالله عز وجل رمزا للخير ومثلا واحذر أن تتبع السبلا وصراق الله لنا نور عد بالله عز وجل مرحبا بكم أحبة في الآن مرة أخرى ونحن نطالع ونستقرأ ما كتبه إبليس في مذكراته في هذه الصفحة في أنه يريد أن يأخذ المسلمين والمؤمنين من سبل السلام إلى سبل الضلال العجيب أننا نعين إبليس على ما يكتب وعلى ما يكتب في مذكراته وكأننا يعني ننقاد دون أن نفكر تجد فيه ناس سلوكهم كسلوك الذباب الذباب عزكم الله لا يضع إلا على الجروح والقاذرات تخيط يعني يعني يبحث عن الجرح الجرح الجسد الإنسان أو الحيوان أو عزق الله الأشياء النفايات المنتنة فيه ناس فيه هذه الأخلاق تبحث لك عن الثغرة أو عن الثغرة وبالذات يخصدون علماء الأمة بهذا يريدون شينهم وتقليل قيمتهم أمام الناس ويطير الخبر في الأفاق والناس تتلقى في الخبر وكأنها حقائق سبحان الله العظيم فيه ناس كمان تاني أخلاقهم كأخلاق الخنافس والعيذب للخنافس السوداء الخنفساء إذا وضعت حولها كومة من الورد والريحان والعطر الطيب تمود بسفسكي الخنق لا تحتمل الرائحة الطيبة تضعها في كومة السباخ والسماد والقادرات عزق الله تنتفش وتنمو سبحان الله فهذه الناس في مجالس الغيبة والنميمة الله يبعي المستأنسين وعلى الجلسة تطول وفي مجالس الذكر وإذا ذكر الله وحده وشبعزة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يعني يحب النهش في الأعراض تقليل قدر الناس يحرج الناس أمام الناس يتعلم العلم ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء وينظر ويعمل منظرة ولو قرأت وإن ابن تيمية يرى ويعمل تمالك سبحان الله ابن تيمية يعني سبحان الله يقول لا إذا كان هو يرى فأنا رجل وأنا أرى أيضا وانت كمان ترى يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده فالكارثة أن هؤلاء الذين يشجعون إبليس على الأخذ بأيدي الناس إلى سبل الضلال التي يكتبها في مذكرات أيضا سبحان الله يعني أريد أن أعطي علاج حاسم لإنهاء النميمة من المجتمع والغيبة يعني أنا أخاطبك أنت وأخاطب نفسي قبلك طبعا وأخاطبك أنت يا ابنتي أيضا يعني أنت يسين أمام الشاشة إذا جاءك أن ينقل لك خبر سيء عن فلان يقول أسكت فلان كذا وكذا فلان كذا وكذا أول شيء قل له يا ابن الحلال كان بيني وبين أخي هذا صفاء وود كان في صفاء كان في وود وجئت الآن فأنت عكرت هذا الصفاء الصافي عكرت هذا الصفاء الذي كان صافيا كالماء للون ولا طعم ولا ريحة عكرت المرة اثنين هو استأمنك على سر بأن تكلم في حقي فأنت هكذا خائن للأمانة الأمر الثالث أنت اليوم تنم لي في الغد سوف تنم عليك الأمر الرابع يا أخي ربما هو في لحظة ضيق حبي فضف ضيق شوية بكلام فأنت تهتك سترة وتنقل كلامه هذا ليس من الإسلام في شيء الأمر الخامس إن الله قد نهاك عن هذا الأمر فلما ترتكب المنهي وتبوب الإثم وتضيق صدري وتسيء العلاقة بيني وبين أخي والله يا مؤمنين لو كل واحد فينا عمل هذا مع النممين ونقالي الكلام ونقالي السوء لكن إحنا الذين نشجعهم قتل الفضول أهله ونعيه بعدين وحصل إيه وليه طلقها لا إله لله وعطاه حقوقها ولا أكل عليها الحق طيب وراحوا المحكمة وبعدين أبوها جتل جلطة لا حوله لا قوة إلا بالله هل هذا من الإسلام في شيء ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول أما نهيك عن مجالس الأخوات ربنا عافينا وإياكم قلت في لطيف ده بمجلس العزاء العزاء والمرأة حزينة على زوجها قاعدين ينموا بصوت سر مع بعض ما شاء الله بين عليها فرحانة كان مؤلم كان مؤذي حتى كان بخيل وتزوج عليها وكان لا إله إلا الله طبعا دين في عزاء ولا في نمين يعني ارجعنا مأزورات غير مأجورات أنت جيت تعزي صديقتك وأختك في الله عشان تغضي ثواب طلعت من المجلس بإيه ده إلا بالذنوب ما الذي استفدته سبحان الله العظيم ودي مين اللي جلس جنب الأرملة دي بنتها يا سلام والله يقرنهم إخوات آه ما شاء الله لا إخوات إزاي الله هي الزوجة دي تزوجت الرجل وكم سنة ده كان عنده ثمانين سنة دي ما تكملش أربعين سنة الله يبقى خذته عشان المال طب شوها تورث المجرمة كام الله أنت بعدين في مجلس نهب الأعراض وأنا هدخ الأعراض ودخل لا إله إلا أنت سبحانه فهل هؤلاء يعني يحزنون إبليس أم يفرحون والله ده بيدخل العرس علي كل يوم الفرح كل يوم لأنه خلاص أصبح في المعية ليه لأنه يتمنى أن تزداد سيئات الناس وأن تزداد ذنوبهم وأن يستسهل الذنوب وأن تصير الكبيرة عندهم صغيرة وأن سبحان الله لا يخاف من الغد ولا يعمل حساب الآخرة لكنه إبليس ينتصر في إبليس سبحانه الله فأنا من الواجب ذاهب إلى هذا المكان عشان أعزي وأقول كلمتين طيبتين لكن لا أخرج مأزورا من المجلس لا أعز أخرج مأجورا سبحانه الله فالفضول يقتل سبحانه الله ولذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أسر الخطبة وأعلن النكاح لأنه لا تحسب على البنت لكن هنا عندنا الفضول كان فيه سيارة غريبة أبو فلان وقفة قدام بيتكم آه كان عندنا ضيوف خير إن شاء الله البنت هتخطب الرجل يحرك أبدا يعني كان موضوح كده إن شاء الله لا لا بالله عليك ده أنا أخوك عيب لا إله إلا أن يا أخي ده تضطر أخاك أن يكذب عليك أنا إذا اضطرتك تكذب علي لأننا فضولي ولعيذب الله أخذ الذنب الكذب لأننا اللي شجعتك عليه طب ليه ما تسيب الناس حالها والله هو لا أحب يعطيك معلومة كان به لا يعطيك معلومة سنتهى الموضوع لكن لا إحنا عندنا الفضول ونسأل يا أخي ترك الناس في حالها لا تتذخر في أسر لا تكشفوا ستر الناس ولا أسرارهم يا أخي ده كده من سترى مسيما ستره الله في الدنيا والآخرة سبحان الله يا أخي من فضل الله علينا من فضل الله أن ذنوبنا ليست لها رائحة والله وإلا لأصبحت دولنا العربية والإسلامية عبارة عن مركز النفايات الذنوبية والسيئات التي نغضب بها رب العبادة عز وجل لكن من فضل الله أن الذنوب ليست لها رائحة ومن فضل الله وستره أنني لا أستطيع أن أطلع على كتاب سيئاتك اللي مع مالك السيئات اللي يخصك وأنت من فضل الله علي أيضا أنت لا تستطيع أن تطلع على كتاب ملك السيئات الذي يخصني من كرم الله أنه ستر ستر فالشكر لمن ستر لا لمن شكر فليه إحنا ندخل أنفسنا في ملطائلة تحت ماذا بنشجع إبليس أن يأخذنا إلى سبل الضلال خلالي يفتت بعضنا بعضا ويغتاب بعضنا بعضا أنا عايز والله نعود ونقوب مرة أخرى يعني إلى حومة الإيمان وأن نرد إلى الإسلام ردا جميلا حسنا حتى نتطلع الشاشة أمامنا ونعمل ما يسلك بنا طريق الجنة ويغلق علينا الدخول والوصول إلى النار والعياذ والله لا نتبع الشيطان الشيطان اسمه شيطان لأنه شطنة وشطن يعني بعد فهو بعد عن الحق وبعد عن الخير واقترب من الشر وأقسم أن يعني هيقعب لنا صراط الله المستقيم وخلينا نتبع سبل الضلال طب ليه نعطيه الفرصة لماذا؟ سبحان الله العظيم وأنا قلت من قبل برارا وتكرارا أن احنا تعالوا نجرب ثقافة الحب ثقافة أن أحب أخي المسلم لأنه أنا واخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب هكذا قال المثل العمي أو العربي لكن أنا أقول لأكون أنا وأخي المسلم على من عادانا ننصر من نصر دين الله ونقف في وجه من يريد دين الله بسوء أو يريد أخي المسلم بسوء في أي أرض وفي أي مكان إنما المؤمنون إخوة يظهر هذا التأخي في تعاملنا وفي دفاعنا وذبنا بعضنا عن أعراض بعض في كده لما لا يوجد واحد بيقض في عرضه أقول ليه يا أخي اتق الله يا أخي امسك لسانك سبحان الله حسن البصر لما اغتاب رجل رجلا عنده قال هل شاركت في فتوحات فرس والروم قال لا قالت هل شاركت في فتوحات شمال أفريقيا قال لا قال سلم كل هؤلاء منك وما سلم منك عرضه أخيك المسلم يا رجل اتق الله معقول عرض أقول المسلم مباح عندك وكل الكفار اللي في العالم كله وغير المسلمين اللي في العالم كله سلموا منك وقالت احنا صفة المؤمن وصفة المؤمنين أنا ربنا قال إيه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة أنا مع أخي أكون ذليل متواضع سهل على الكافر أكون واضح المعالم عزيز لكن احنا قلبنا القضية وصلنا أذلة على الكافرين وصلنا أعزة على بعضنا بعضا لنكيل لبعضنا البعض دولة لدولة وشعب لشعب وجار لجار وقريب لقريبه وزجل زجته لا لكن حققنا سبل الضلال في مذكرة إبنس داء نحن نريد سبل السلام ونريد الصراط المستقيم هدان الله وإياكم صراط المستقيم لا تنسون من صالح دعائكم ونسدعكم الله الذي لا تضيع دائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمل لواء الشر وضل واستكبر عن أمر المولى وأبا قال أنا من نار وأنا خير منه وأولى ومضى يزرع فينا علنا مما من تاه ومن غفلا لكن من أخلص لله لن يفقد بالله الأملا كن رمزا للخير ومثلا واحذر أن تتبع السبلا وصراط الله لنا نور عد بالله عز وجل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة